أهلاً بالجميع، أهلاً بكم في قناتي، أتمنى أن يكون الجميع بخير قبل أسبوع، كشف أصدقاء الأخبار مع تايهينغ وبارك بوغوم عن جلسة تصوير مذهلة مع الممثل الكوري الجنوبي حيث عرضوا صوره الحالمة قام بوغوم، الذي كان بجانب تايهينغ، بتسلية المعجبين بمزيد من الصور القلبية لجانب ذي، والتي لم يتم إصدارها عبر المجلة إلى جانب العديد من صور السيلف الخاصة به أكد مصدر أن بارك بوغوم وكيم سويانس يلعبان الأدوار الرئيسية في الدراما الجديدة في هذه الأثناء، يلعب كيم سوهيون دور جيهان نال حائزة على الميدالية الذهبية في الرماية الأولمبية، والتي تركت رياضة الرماية بعد تعرضها لحادث مؤلم وأصبحت ضابطة شرطة من المتوقع أن يتم عرض بودبوي في النصف الثاني من عام 2024 على الرغم من أن التفاعل بين فيوو بارك بوغوم بدأ في البداية مستحيلاً، لكن بعد تيهيان بوو بارك بوغوم، أصبح التفاعل بين الاثنين محتملاً جداً أنه لن يكون هناك شيء يفصل بينهما تسمح هذه العلامة التجارية لهذين النجمين الكبيرين بالحصول على النتائج التي يعتقدان أنهما حققاها في كثير من الأحيان وقيل أن بارك بوغوم لديه صديقة جديدة وهي ليزا من الممكن جداً أن تذهب ليس وبارك بوغوم معاً لمشاهدة حفلة موسيقية كان الحفل مليئاً بالأصدقاء الذين استمتعوا بالحفل مع بئرهم بوبونغوم هنا مع ليزا قبل بدء الحفل، رأى العديد من مستخدم الإنترنت ليزا من بلاكبينك تدخل المكان الجميع، كان ذلك لفيديو اليوم شكراً جزيلاً للمشاهدة ماذا تعتقد؟ اكتب في قسم التعليق نراكم في الفيديو التالي اعتني بنفسك ودعاً شكراً جزيلاً للمشاهدة